مشاهد مفزعة للناقلة ضيئة التي غاصت تماما في قعر البحر بعد سبع سنوات من الصمود برغم التهالك وخروجها تماما عن الخدمة والتي ظلت طيلة هذه الفترة تحبيسة ميناء الزيت في المرسى الخاص بالسفون الواقع في عدن خرجت تماما عن الخدمة وانتهت تصاريحها إلا أن وزارة النقل التابعة للشرعية وكذا الشركة المالكة لم تحرك أي ساكن في نقلها إلى مكان آمن وتقطيعها للتخلص منها باعتبارها ضررا ولا مجال لإعادتها إلى الخدمة في البحر غياب رقابة الدولة على هذه الناقلة النفطية هو ما فاقم من الخطر البيئي في سواحل اليمن الجنوبية وينظر أيضا بإغلاق ميناء الزيت النفطي الواقع في بريقة عدن وله تبعات اقتصادية أيضا وإنسانية إذا ما توسعت رقعة التسرب بحسب مصادر من الميناء الحكومة ومن جانبها وبمذكرة خاصة خاطبت وزارة النقل بمحاولة الحد من الخطر البيئي وحملت الشركة التابعة في ملكيتها للشيخ أحمد العيس كافة التابعات البيئية النتيجة عن تسرب كميات من الديزل الذي تقول مصادر أن هذا التسرب قد وصل إلى شواطئ الحسوة شركة عبر البحار وفي بيان حديث نفت أن تكون ناقلة نفطها المتهالكة في ميناء الزيت قد أحدثت أي تلوث يذكر نتيجة خلو الناقلة ولسبع سنوات من أي حمولة نفطية وأن ما تم تداوله من تسرب نفطي هو بعيد عن موقع ناقلة هذا وتفيد مصادر في ميناء الزيت عن حدوث تسرب في يونيو الماضي وتلوث يقول البعض أنه ناتج عن تسرب نواقل النفط التي تفرق كمياتها بطريقة غير سليمة ويقول آخرين أنه ناتج عن ناقلات النفط العائمة المتهالكة وهي التي تسببت بين الفينة والأخرى في إحداث بقع تلوث واسعة وبعدا عن ناقلة النفط ونقلا عن مهتمين بالبيئة في اليمن تقول المصادر أن قبل سبعة أشهر تسربت كميات كبيرة من بقع الزيت جراء تهالك خط إنبوب نفط خام في شبوه نتيجة تقادب عمره والذي تجاوز ثلاثة وثلاثين عاما واتهم المهتمون السلطات الحكومية بالتجاهل التام والكامل لتحمل المسئولية واحتواء هذا التسريب وفي ظل تفاقم الخطر البيئي الحاصل في السواحل الجنوبية للجمهورية اليمنية تعود إلى الأذهان الذكرى الثامنة للتسرب النفطي في المكلة نتيجة الجنوح الناقلة الشامبيون والذي وصل التلوث وبقع النفط على مدى ثلاثمائة كيلو متر مربع حيث عانت سواحل المكلة من هذه الحادثة وما تزال تعاني إلى اليوم وفي ظل توالي المصائب والكوارث على السواحل اليمنية ما يزال خطر ناقلة النفطية صافر يهدد بتسرب أكثر من مليون برميل نفط دون مقدرة دولية أو من جانب الشرعية لمحاولة احتواء هذا الخطر أو الوصول بفريق رقابة أممي للإطلاع على حالتها نتيجة تعنتي ميليشيات الحوث الإرهابية